رصدت فرنسا نحو عشرين مصاباً بسلالة فيروس كورونا المستقدة التي ظهرت لأول مرة في الهند وقال وزير الصحة الفرنسي أولافيا فيران أنه لا يوجد انتشار ضخم لهذه السلالة الجديدة في الوقت الحالي في بلاده ووصفت منظمة الصحة العالمية سلالة كوفيد الهندية بأنها سلالة مثيرة للاهتمام ما يشير إلى أنها شهدت طفرات تجعل الفيروس أكثر قدرة على الانتشار أو يسبب مراضاً شديداً أو يتمكن من التغلب على الحصانة التي توفرها اللقاحات للمزيد من المتابعة من مارسيليا ينضم إلينا خالد شوقير مرأس الأكسترونيوز يا خالد بداية أنا أرحب بك معنا في هذه الجولة يعني رصد للسلالة الهندية الجديدة في فرنسا بتزامن مع حملة إصابات كبرى تقوم بها البلاد حملة تطعيمات كبرى تقوم بها البلاد عفواً وأيضاً في اليوم الأول من تطعيم كل من هم أكثر من خمسين عاماً كيف هو الوضع الوبائي اليوم في فرنسا؟ وما الجديد حول اكتشاف هذه السلالة الهندية الجديدة؟ تحياتي آية لك ولكل السيد المشاهدين فرنسا لا تشهد فقط تقلبات مناخية ولكن تشهد أيضاً تقلبات صحية في الفترة التي استعد فيها الجميع آية للخروج من الحجر الصحي رئيس إمانويل المطنوع أعلن عن خطة بدأت هذه الخطة المرحلة الأولى في الثالث من هذا الشهر الخطة الثانية أو المرحلة الثانية لهذه الخطة ستكون في التاسع عشر وسيتم من خلالها فتح الحنات الحنات أو الصلاة الخارجية أو الساحات الخارجية للحنات والمطاعم والحياة بدأت الحقيقة عند الفرنسيين تعود إلى شبه الطبيعية ظهر هذا الفيروس في بداية المرحلة الأولى والآن يستمر في الانتشار رغم آية رغم كل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الفرنسية الحقيقة وبصفة خاصة في المطارات وكنا قد شاهدنا زيارة جانكاستاكس لمطار رواسي شارلي ديجول في العاصمة الفرنسية باريس ولهذا أعتقد أن فرنسا ليست محجوزة ولكن كل التصريحات التي خرجت من وزارة الصحة الفرنسية تؤكد على أن هذه الحالات هي حالات منفردة وتم السيطرة عليها وتحديدها والإبقاء عليهم قيدة الاحتجاز ولكن خالد حتى لو الحالات منفردة أو العدد ليس بالكبير هم فقط 20 مصابا يعني مع وثيرة التطعيمات التي تحدث في البلاد ولكن أيضا مع عودة البلاد للفتح مرة أخرى كما ذكرت هل هو الوضع سيستمر هكذا أم أن الوضع مقلق هو الوضع الحقيقة مقلق وبصفة خاصة بعد أن يعربت السلطات الصحية بأن الفيروس المتحور الهندي هو قابل للانتشار وسريع الانتشار من المعروف آية أن فرنسا تشهد 80% من المتحور البريطاني فإذن هناك كثير من المشاكل وبصفة خاصة بعد أن استمعنا أن هذا الفيروس المتحور يمكن له تفادي هذه اللقاحات أو تطعيمات التي بدأت المسيرة في التسريع من خلالها واليوم ستبدأ من 50 إلى 54 عام والأسبوع القادم سيسمح من خلال تطبيق تم توفيره لجميع الفرنسيين اعتبارا من الأسبوع القادم لأخذ التطعيمات بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة آية بأن 63% من الفرنسيين يشعون أو ينمون أو ينتون أخذ هذه اللقاحات نعم خالد شقير مرسلنا من مارسيليا كنت معنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات ترجمة نانسي قنقر